لقد وضع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقويم الهجري بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهذا التقويم على أساس الشهور العربية القديمة أو القمرية وكل اسم يعبر عن حالة معينة كانت السبب في تسمية الشهر وهذه الأشهر القمرية أو الهلالية هي المعتمدة في الحسابات الشرعية كالبلوغ والعبادات وعددها 12 منها 4 حرم قال الله عز وجل إن إدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم محرم سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا لا يستحلون فيه القتال صفر فسمي بذلك لأن العرب كانوا يخرجون للحرب وتبقى بيوتهم خالية يقال أصفرة الضارع صارت خالية ربيع الأول سمي بذلك لأنه يصادف موسم الربيع ونفس الأمر بالنسبة لربيع الثاني جماد الأولى لأن المياه كانت تتجمد فيه بسبب البرد الشديد ونفس الأمر بالنسبة لجماد الثانية فقد كان المناخ في هذين الشهرين شديد البرد في شمال الجزيرة العربية رجب لأن العرب كانت ترجبه أي أنها تعظم هذا الشهر شعبان لأن أغصان الأشجار كانت تتشعب أو لأنه شعب أي ظهر بين رجب ورمضان رمضان سمي بهذا الاسم لثلاثة أسباب أولا ارتماد الأكباد واحتراقها من الجوع والعطش ثانيا ارتماد الذنوب أي مغفرتها ثالثا وقعه في أيام الرمض وهي أيام شديدة الحر شوال لأن الإبل كانت تشول بأدنابها أي ترفعها طلبا للإخصاب أو لتشويل لبنها أي نقصانه ذو القعدة لأن الناس كانت تلزم بيوتها أي تقعد في بيوتها وتكف عن القتال ذو الحجة لأنه يكون فيه الحج لبيت الله الحرام وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع والسلام عليكم ورحمة الله